ومن ناحية تانية السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أكد أن الفريق مستعد بقوة لمواجهة فريق السيعة الساوندرز الأمريكي في الجولة التانية من منافسات كاس العالم للأندية وقال أن كل اللعيبة مركزة جدا ومواجهة سيعة هتكون صعبة لأنه منافس قوي وبيمتلك عناصر من أصحاب المهارة وده لأنه عناصر الفريق من أمريكا الجنوبية وقال كمان أن فريق الأهلي بيتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم في الموسم منتخب مصر الأولمبي حقق الفوز على منتخب الجابون بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على استادة الدفاع الجوي في إطار استعدادات المنتخب للقاء الزامبيا ذهابا وعودة في الجولة التالتة المؤهلة لكاس العالم الأفريقية للأمم الأفريقية تحت 23 سنة وده البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 20-24 قرر الجهاز الفني لزمالك بقيادة أسامة نبيه الانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة فاركو الإحاق الجاية في الدوري الممتاز بـ 24 ساعة هيسافر فريق الزمالك الإسكندرية بكرة عشان ينتظم في معسكر مغلق استعدادا للمباراة اللي هتتلاعب بعد بكرة المنتخب الوطني للتانس اتعادل مع منتخب باراجوي بنتيجة واحد واحد وده ضمن لقاءات الجولة الفصلة للبقاء في المجموعة العالمية التانية في كاس ديفيز للتانس واللي بتتلاعب على ملاعب نادي الجزيرة فريق النصر السعودي تعادل مع فريق الفتح بنتيجة 2-2 في المباراة اللي تلاعب تنبارح على ملعب مدينة الأميرة عبدالله بن جلوي رياضية ده ضمن مباريات الجولة الخمستاشر من الدوري السعودي للمحترفين سجل كريستيان تيلو هدف التقدم للفتح في الدقيقة الـ 12 من المباراة وبعدها سجل أمدرسن هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة 42 وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف لكن الحكم لغاه بداعي التسلل في الشهوط التاني سجل الجزائري سوفيان بن دكا هدف رائع لصالح الفتح في الدقيقة 58 من زمن المباراة وسجل النجم كريستيانو رونالدو هدف التعادل مع ضربة الجزاء في الدقيقة 83 جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق باين ميونيخ الألماني أعلن غياب لاعب الفريق السنغالي ساديو ماني عن مواجهة الذهاب قدام باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا فريق تشلسي الانجليزي تعادل سلبيا مع بولهام في مباراة لعبة على ملعب ستامفرد بريج في افتتاح منافسة الجولة الـ 22 من مصابقة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي وبالنتيجة دي يتواجد فريق تشلسي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة وفولهام في المركز السايدس برصيد 32 نقطة فاز الدولي الانجليزي ماركوس راشفرد بجيزة أفضل لاعب في شهر يناير اللي فات في الدوري الانجليزي الممتاز عن تقلقه على مدار الشهر في كل المسابقات نشرت رابطة الدوري الانجليزي في بيان رسمي على تويتر أعلن فيه عن فوز راشفرد بجيزة أفضل لاعب بعد تصويت الجماهير وكده تكون خلصت نشرتنا الرياضية